أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زلنسكي استعداده للتفاوض مع نظير هيروسي فلاديمير بوتين وأضاف زلنسكي في مقابلة مع شبكة تأسي أن أين الأمريكية أن أي إخفاق لمحاولات التفاوض بين كييف وموسكو يعني أن القتال بين البلدين سيؤدي إلى حرب عالمية ثالثة مؤكدا على ضرورة استغلال أي صيغة وأي فرصة من أجل الحصول على إمكانية للتفاوض وفي تصريحات سابقة قال زلنسكي أن حصار مدينة ماريوبول السحلية سيدون في التاريخ بسبب ما تشهده من جرائم حرب ترتكبها القوات الروسية ومن جانبه قال مجلس مدينة ماريوبول الأوكرانية أن القوات الروسية قسفت مدرسة للفنون يتواجد بها نحو أربعمائة أوكرانية